أيضا خطر لي الآن برثاند رسل من ضمن التشغيبات التي شغب بها على الناس وخدعهم بها اتكأ كثيرا على مغالطة التركيب التي اتهم بها الميتافيزيقيين المؤمنين يعني بالذات يعني طبعا ممكن تكون متفزيقي وحتى ملحد هو لا اتهم الميتافيزيقيين من أهل الإيمان قال هؤلاء يتورطون في مغالطة التركيب ما هي يا سيد رسل قال لك مغالطة التركيب أنك تقول هذا إنسان له أم هذه إنسانة لها أم وهذا 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 إذن البشرية هؤلاء يعني لها أم غير صحيح البشرية ما لهاش أم مزبوط البشرية ما لهاش أم بس كل إنسان له أم قال مغالطة التركيب أنك تريد أن تطبق قاعدة تنطبق على أفراد المجموعة على المجموعة ككل لا تنطبق شيء ما بتنطبق صحيح هذه مغالطة التركيب هذا الشيء له سبب وهذا الشيء له سبب وهذا الشيء وكل ما في الكون من ظاهرات ومن أشياء لها أسباب كل منها له سبب إذن الكون له سبب قال غلط لا مش بالضرورة وممكن الكون كله بلا سبب مثل البشرية كلها بلا أم فرحان في نفسه برساند رسل عنه فيليسوف عميق ودقيق ورياضياتي كلامه هذا هبل خلينا نقوله بالعامية هيك على طريقتي هبل ما يقولوش فيليسوف ليش ببساطة لو خرج له طفر صغير وقاله يا سيد رسل ذرة السكر هذه حلوة وذرة السكر هذه حلوة والباوند هذا رطل السكر هذا كله من ذرات وهو حلوه أيضا اشتغلت القاعدة غاليا مشتغلت مشكلتك يرجع سأقول لك انتبه 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 هذا الحائط مكون من أشكال مثلثية لكنه ليس مثلثا صح ما اشتغل ليش حدود خربطة ايش اللي بصير ايه ما دامت خربطة معناها برساند رسلهم خربط اصلا وقع في شيء ما يحققه هو صحيح جاب لي مثال ومثالين وذهب يجري فرحان هو لم يحقق المسألة فلسفيا على أن الفلاسفة من قبل من بعد حققوها ولم يتورطوا هذا التورط ما رأيكم الفلاسفة الذين درسوا هذه المسائل ميزوا بيننا وعيني لذلك اخواني خذوها من اخيكم الصغير او الكبير فينكوزين الفطانة البتراء اضر من الجهل اياكم انتتعلموا او تتفقفوا بطريقة ايه المجلات والمقالات والخطب ومحاضرات او الانترنت تعلموا نظاميا ادرسوا كل شيء من الالف الالياء لرسة حقيقية لعبها ما ينفعش أبي خلوكم لا متعلمين ولا فلاسفة ولا مفكرين ولا متدينين تضلكوا هيك هباء واي واحد ايه يحرككم ذات اليمين وذات الشمال صحيح انت علمت جيدا لم يضحك عليك مش امثالي امثال برثان درسل نفسه كالسوف العظيم والعقل الهائل كبير لا بضحك عليك صحيح اه الان مربع جيب لي مربع مربع اطلعه متزاوية ضع جنبه عارضه بمربع المجموع مستطيل لم يبقى مربعا صحيح عن كلام رسل صحيح طاوله بمربع المجموع مستطيل لم يبقى مربعا كلامه صحيح من حكاية انت حترع تقوله تقوله قطرة ماء مائعة قطرة ماء مائعتان لتر من الماء مائعة صحيح اشتغلت معرفناش الفلاسف ميميز بين نوعين من الصفات والمضافات كالك في انواع من الاضافات اذا اضيفت تتماحى تضمحل تتبدأ تتغير هذه بتكون اي نسبية وفي منها اضافات مطلقة غير نسبية مهما اضافتها تبقى ممتدة او متمددة لا يلغي بعضها بعضا بل يعزز بعضها بعضا صحيح مثل مائعة الماء مثل ايه سكرية السكر حلاوة السكر ها ملوحة الملح الى اخيره الى اخيره الى اخيره الى هذا جواب الفلاسف خاصة الغربيين ولا يرضيني كثيرا تعرفوا ليما هذا لان الخلط في مستوى قبل ذلك الخلط عندما ترسل في مستوى قبل ذلك هو يتكلم في خضايا ذات طبيعة مادية تتعلق بالاشكال والحجوم والصلابة والمرونة والميوع والمسامية الى اخره ونحن حديثنا في مبدأ عقلي حاكم على كل ظاهرة بما فيها الظواهر الذهنية بمعنى في نهاية المضاف انه مبدأ العلية مبدأ السببية وبرتراندرسل في عين محاولة التشكيك في عند مستوى معين مستوى تطبيق ما يصح على الافراد على ما يصح على مجموعتهم او فئتهم اه ماذا يفعل يحتج به يعني كل محاجة اي نعمة المحاجة مع الله ضد الله مع الأنبياء ضد الأنبياء مع العقل اي نعمة المحاجة مهما كانت مفكك اه كل محاجة في قلبها ماذا يكمن ويجتم دائما السببية لا معنى للمحاجة اصلا بلا ماذا بلا تسليم مبدأ السببية لان المحاجة اي معنىها طيب انها حجة للإقناع سببية لا تستطيع انت قاعد تناقش مبدأ عقليا بالنسبة لكانت مبدأ اولي هذا فريوريا يعني هذا سابق على التجربة بالقياس على خواصة المواد ايش الخربط هال عند رسل خربط رهيبة عنده نظرية بسموها نظرية الاوصاف يعني ايه المثال فيها ايه الاوصاف المثال الشهير ملك فرنسا الحالي اصلع وعمل لقصة نرى كيف اعطاء الفلسفة الاسلامية الحق وكيف نجيب عليه بمصطلح القضايا اللابتية اللي هي لا حملية ولا شرطية ولم يفقى فيها شيئا هو لكن العقل الاسلامي الضخم تكلم فيها من ايه من خمسمائة سنة القضايا اللابتية سبقت كل تحقيقات رسل وجعلتها خلفها بعشرات الكيلومترات هذه قضايا انتبهوا ارجو ان لا يخترت خاص على ابنائنا وبناتنا في كل مكان ويسلسوا قيادهم للحاد والتشكيك في وجود الله تبارك وتعالى لان رسل قال وميل قال انتبهوا المسألة اعمق من هيك واكثر سرامة وجدية مما تظنون ولا تلعبوا بدينكم